لو عاوز تنشئ قناة على اليوتيوب بتون ظهور واتحقق منها داخل ففي الفيديو ده هتديم لك طريقة سهلة وبسيطة تقدر تنشئ بيها فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون الحاجة الى ظهورك وبدون الحاجة الى اي خبرة منك كل عليك ان انت تتعلم الطريقة اللي انا هقولها لك في الفيديو بتاع النهاردة ويخليها نبدأ في الشرح ولكن بعد الانترو سلام عليكم انا احمد وديق قناة منصر المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة اكد انت عمل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد في البداية انا قدمت اكتر من طريقة تقدر تعمل بيها فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي كمان شرحت ادوات كتيرة جدا تقدر استخدمها في عمل فيديوهات لليوتيوب لكن في الفيديو ده هقدم لك فكرة جديدة وخلينا نبدأ اول خطوة معنا وهو تحديد نوع المجال اللي انت هتنشئ فيه قناتك على اليوتيوب لو انت مش محدد مجال ممكن تختار مجالات كتيرة جدا نقدر نستخدمها في عمل الفيديوهات لو ما عندكش فكرة محددة ممكن تستعين بيشات جي بيتي وتسأله على افكار قناة يوتيوب هيدك افكار كتيرة جدا تقدر تاخد اي فكرة منهم وتبدأ تطبق عليها الطريقة اللي انا هقولها لك في الفيديو بتاع النهاردة طبعا شات جي بيتي بقى متاح في جميع الدول العربية منها مصر تقدر تسجيل برقم تلافونك عادي جدا كمان لها تطبيق على الموبايل تقدر تستخدمه سواء كتا ايفون او اندرويد بعد ما هتحدد الفكرة لو انت عامدكش افكار هتاخدها طبعا من شات جي بيتي انا عسب المسال اخترت فكرة عمل فيديوهات قصص رعب المحتوى ده بياخد مشاهدات كتيرة جدا على يوتيوب والناس بتحبه من جميع الفئات فسألت شات جي بيتي وقلت له اكتب لي قصة فيديو يوتيوب رعب طبعا انت كل مرة هتسأله هتديك نتيجة مختلفة وهتديك قصة مختلفة فانت تقدر من خلال شات جي بيتي تولد الاف القصص وتستخدمها في عمل فيديوهاتك طبعا هو بشرح لك المشهد و بشرح لك الكلام اللي هيتقال و بشرح لك كل حاجة لو القصة ماهيش عاجبك ممكن تعمل ريجين ريت عشان يعمل قصة تانية هيبدأ يكتب لك قصة جديدة خالص غير اللي هو كان كتبها وبيحدد لك المشاهد والنص اللي هيتقال فيها بعد ما انت كتبت القصة طبعا ممكن تكتبها باللغة العربية باللغة الإنجليزية بأي لغة انت عايزها هتحتاج الخطوة رقم اثنين وهو اللي هيقرأ لك الكلام ده كل اللي اعلن بعد كده ان احنا ناخد النص ده ونروح عند برنامج تاني اسمه اليفي اللابس اليفي اللابس هي منصة تقدر من خلالها تولد أصوات بالذكاء الاصطناعي بجميع الأصوات سواء أصوات رجالية أو أصوات نسائية باللغة العربية وانا شرحته بالتفصيل وتقدر تستخدمه بشكل مجاني فترة طويلة فانا مسلا هنروح اخد جزء من النص ده عشان نطبق عليه الشرح وانت طبعا هتعمل الكلام ده كله على الفيديو بالكامل او على السكريبت بالكامل هاخد الجزئية دي واروح هنا عند اليفي اللابس ووضع النص ده بعد كده احدد صوت الشخص اللي انا عايزه يقرأ فيه أصوات كتيرة جدا أصوات نسائية أصوات رجالية حسب ما انت عاوز تأخد مسلا صوت بيلا هنا وبعد كده اضغط على كلمة هنتظر لحظات لحد ما يتم توليد الصوت ده في عور الانتهاء هتقدر تعين الصوت هنا بعد كده هتضغط على كلمة دولوت هنا هيتم تحميل الفيديو معاك الخطوة اللي بعد كده هو توليد الفيديو اللي فيه الكلام ده طبعا انت طبعا لو بحثت على يوتيوب او بحثت على اي حاجة مش هتلاقي حاجة من نسبة للقصة بتاعتك في الحلقة دي احنا نستخدم كانفا بعد ما هتفتح لك الوجهة دي هنروح على هنا بعد كده هننزل لتحت شوية هنلاقي عندنا حاجة اسمها ماجيك ميديا بعد كده نختار على يوز نيو ديزاين بعد كده نختار فيديو هيحاولنا على وجهة جديدة من خلال وجهة دي هنقدر نولد كل حاجة احنا عاوزينها هنروح بعد كده على فيديو هنا وهنا تقدر تكتب له وصف المشهد اللي انت عاوز تولده يعني مثلا احنا خدنا الجزئية دي كل حكاية اننا اخد الجزئية دي مثلا وترجمها عشان اكتبها له هاخد وارجع تاني على كانفا اضع الوصف هنا وبعد كده اختار على generate video كل اللي عليها هو الانتظار وهو يتم توليد المشهد المناسب للوصف اللي انا اعطيته له ده تم توليد المشهد بالشكل ده ممكن ناخده كده ونضعه كفيديو هتلاقي عندك الفيديو طبعا ده هو بيتكلم عن شخصية اسمها نورة دخلت بيت مهجور او حاجة زي كده فكده بقى عندنا الفيديو كل اللي عليك بعد كده تضغط على share ونعمل ده واللود عشان يبقى كده حملنا مشهد الاولاني بنفس الطريقة هتاخد مشهد مشهد وتعمله فيديو بالطريقة دي طبعا انت هكون سجيلت الصوت كله بتاع الفيديو ويتوقق امامك الخطوة الاخيرة وهي تجميع الاجزاء دي كلها مع بعضها تقدر تستخدم برامج منتج جتيرة ممكن تستخدم كانفا في تجميع الفيديو ممكن تستخدم اي برنامج منتج عندك على الكمبيوتر ممكن تستخدم كابكات برنامج مجاني سواء الكمبيوتر او الموبايل كمان ممكن تستخدم ليوناردو عشان تولد صور تتناسب مع المشاهد بتاعتك والصور دي ممكن تعملها تحريك على موقع اسمه بيكا لابس وانا شرحت الموقع ده بالتفصيل يعني مثلا لو خدت نسخت المشهد ده وبعد كده رحت على الترجمة عشان اترجمه خدت الوصف بتاعه واروح اعطيه هنا ليوناردو اي 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 وبعد كده اعمل جنريت ونشوف النتيجة هتطلع مع بعض عاملة ازاي هو طبعا وصف الاوضة اللي هي دخلتها لقيتها عاملة كده لان النور هو كاتب ان هي غرفة مظلمة مليئة بالدمة المتساقطة والاسرة المحطمة بدأت الدماء في التحرك بشكل مفزع فهو جايب لي الدماء والغرفة المحطمة بعد كده هعمل دولوت للصورة بقى عندي صورة من المشهد اللي هو بيتم قراءته او ممكن اخده الصورة الاولانية حسب ما انت عاوز بعد كده هنروح على بيكا لابس ونعمل جوين وانا شرحت بيكا لابس ده بالتفصيل تقدر ترجع للفيديو لو انت عاوز تشوف الدنيا في ازاي او عاوز معلومات عنه اكتر كل الحكاية بعد كده هروح على بيكا لابس هنا واعمل سلاش كده واختار على كلمة انيميت هنا بعد كده ارفع له الصورة واعمل له سند وانتظر لحد ما يكون بتحريك الصورة ويحاولها لي الى مشهد سينمائي دلوقتي ظهر لي جينيريت فيديو فكل عليها هو الانتظار بس لحد ما يتم تحريك المشهد تقدر تشغل الفيديو بعد كده هتلاقي ان الدمه فعلا بتتحرك تضغط على كلمة دولود هتلاقي تم تحميل الفيديو عندك وبكده تقدر تولد مشاهد باكتر من طريقة سواء تعملها صورة وتروح تحرقها على موقع على منصة بيكا لابس او تقدر تستخدم كانفا وتولد بيها مشاهد بالشكل ده خطوة الاخيرة ان انت هتجمع كل المشاهد دي مع الصوت بحيث تولد فيديو كامل في كل حاجة ويخلينا وريكم النتيجة اللي انا عملتها وسط الاثاف المهجور والغرف المظلمة شعرت نورا بالحيرة والرهبة واثناء تجولها في احدى الغرف وجدت نورا نفسها في غرفة مظلمة مليئة بالدم المتساقطة والاسرة المحطمة بدأت الدم في التحرك بشكل مفزع وكأنها تنظر اليها وطبعا تقدر تستخدم المؤسرات الصوتية اللي يوتيوب يتح لك في مكتب اليوتيوب بشكل مجاني وتستخدم على الفيديو بتاعك تقدر تبحث عن اي كلمة هنا وهيزهر لك المحتوى اللي له علاقة بيها وتقدر تحمله وتستخدمه كمؤسرات صوتية على الفيديوهات بتاعتك وبنفس الطريقة دي تقدر انت تعمل الفيديو بالكامل بشكل مجاني وتبدأ محتوى مثلا قصص رعبة او تريد رجع لشات جي بيتي وتشوف اي محتوى انت عايز تعمله واختار اي مجال وهو يقترح عليك مجالات كتيرة جدا وممكن يخطر في بالك وتقول لي المحتوى ده مقبول في اليوتيوب هقولك اه المحتوى ده مقبول في اليوتيوب لان انت بتنشئ الصور من العدم او بتنشئ الفيديو من العدم وانت اللي بتعمل كل حاجة بالنسبة للصوت ممكن تستخدم صوتك او تستخدم صوت الزكاة الاصطناعي مفيش فيها اي مشكلة وفي قناة كبيرة اشغالة بتنفس الطريقة كده وبتنزل فيديوهات باصوات الزكاة الاصطناعي انا نفسي نزلت فيديو بصوت الزكاة الاصطناعي عادي مفيش فيها اي مشكلة مفيش عليه اي حقوق وبقى كده انت حلية مشكلة كبيرة جدا تقدر تعمل فيديوهات باكتر من طريقة لاكتر من مجال يعني الطريقة دي تقدر تستخدمها على المجال مثلا تقدر بنفس الاسلوب او بنفس الطريقة تطبقها على مجالات مختلفة لكن انا حبيت اطبقها على محتوى الرعب عشان انا اتكلمت عن محتوى الاطفال قبل كده وتكلمت عن الفيديوهات الوثائقية قبل كده فحبيت اقدم طريقة مختلفة ومحتوى مختلف تقدر تستخدم فيه اه طريقة برضو دي ان انت تولد فيديوهات يعني وكلام من ده والمنصات اللي انا شرحتها كلها تقريبا يعني بيكا لابس ده تقدر تستخدمه بشكل مجاني بالكامل كانفا هتحتاج كانفا برو ولو انتم تابع القناة هتلاقيني ان انا بنزل روابط الانضمام لكانفا زي ما حضرتكوا شايفين كده فتقدر بنفس الطريقة دي تروح تاخد روابط كانفا برو وتستخدمها بشكل مجاني برضو بالنسبة ليوناردو اي اي بيديك كل يوم 150 واحدة تقدر تولد بها صور ده يوميا بشكل يومي كمان في مرصات تانية بديلة لادات ليوناردو وانا قدمتها في فيديوهات قبل كده تقدر تولد بها صور برضو لكن انا شرحت ليوناردو يعني كاسهل حاجة تقدر تتوصل اليها كمان بيسمح لك ان انت تولد 10.000 حرف بشكل مجاني او ممكن تطلع بره من غير ما تسجل دخول وتستخدمه بشكل مجاني برضو بالكامل وبالنسبة لشات جي بي تي طبعا هو برضو بشكل مجاني ومتاح في الدول العربية كلها حتى مصر ما كانش متاح فيها اصبح متاح وتقدر تستخدمه وتسجل فيه برقم موبايلك عادي جدا وفي النهاية اتمنى تكون استفادت من الفيديو وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة